السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك عليكم جميعا في كل زمان وفي كل مكان وعلى الله سبحانه وتعالى خير وبركة ويمن وسلام ونعيم وعز وغاه لكم كلكم إن شاء الله نحن الحمد لله تمنا شهر رمضان صياما شهر رمضان لأول رحمة ووسط المغفرة وآخره أدخل من النار وأدعو لكم جميعا إنكم تكونوا من الفائزين الغانمين في هذا الشهر الكريم اللي فيه ليلة هي خير من ألف شهر هي ليلة القدر وأتمنى لكم أن يكون الله سبحانه وتعالى تقبل سلامكم ونقيمكم فيه العيد بالنسبة لنا لن يكون عيد إلا إذا أدخلنا الفرح والبهجة والسرور والسعادة على أولدنا وأهلينا وزوجتنا وأخواتنا وأقاربنا وقيرنا سأكلم من المسلمين أو من غير المسلمين العيد لنكون لنا عيدا إلا إذا تذكرنا من نحب من أبناء الوطن سواء كنا في الغربة أو كنا في أي مكان في العالم العيد مش هكون عيد كامل البهجة والسرور إلا ذكرنا إخوة لنا في كل مكان في كل مكان في العالم في كشمير وفي فلسطين وفي القدس وفي غزة وفي الهند الذين تشتحهم جائحة كورونا وكذلك في كشمير وفي يمن وفي سوريا من أهل اليوغور وأهل الروهينجا وأهل أريتريا وأهل كونغو الديمقراطية وجنوب السودان والنيجيريا والنيجر وغامبيا إلى آخر من كل هذه الدول الفقيرة والمحتاجة للدعم والمساعدة لكي نستطيع أن نستشعر مدى معاناة هؤلاء الإخوة والأخوات من المسلمين ومن غير المسلمين في كل مكان في العالم وندعو لهم نظهر الغيب وكذلك نرسل لهم المساعدات في كل زمان وفي كل مكان العيد لن يكون لنا عيدا إلا إذا أرضينا ربنا سبحانه وتعالى فإن أرضيناه رضي عنا أن نرضى عن الله سبحانه وتعالى بمعنى أن نكون نحن راضين عن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا من خيرات أما منع منا من خيرات فيرضى الله سبحانه وتعالى عنا كذلك لما كنت أقول كما قال الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن للصائمة فرحتان فرحة يوم عيد وفرحة يوم لقاء رب الفرحة الأولى لكم جميعا إن شاء الله يوم العيد وهو اليوم والفرحة الأخرى هي يوم ما ستقبل ربنا سبحانه وتعالى لأن ربنا سبحانه وتعالى في معنى الحديث والرسول صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أعزب لي معنى إيه؟ معنى أن ابن آدم هيعرف جزاء العمل اللي بيقوم به في الدنيا وحيعرف الحسنة لها عشرة أمثالها والحسنة بسبعمية وألف وإن الله دع في المشاء أما الصوم هو الشيء الوحيد لأن ربنا خلاه يكون بالنسبة لنا جميعا وفجأة يوم أن يلقانا في إن شاء الله في الآخرة فسيزينا بإذن الله سبحانه وتعالى عنه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أعزي به وأنا أعزي به ده إن هو الفرحة الكبيرة لكم جميعا إن شاء الله لكن النهاردة وحنا بنحتفل بالعيد وحنا بنشتري اللبس الجديد وحنا بنشتري الحلويات والأكل والشرب والأبنائنا والأخواتنا والجراننا وحنا بندخل البهجة دي على كل من حقنا لابد أن لا ننسى كل امرأة أرمالة وكل طفل ياتين وكل مشرد وكل إلال نازح وكل لاجئ وكل شيخ كبير كما ذكرها سيدنا عمر بن عبد العزيز رجل الله عنه حينما اعتزل لمدة ثلاثة أيام في غرفته باكيا ويقول لمرأته لقد تفكرت في المقفقير الجائع والمريض الضائع والأرمالة الوحيدة واليتيم المكسور والشيخ الكبير للعيال الكثير والأسير المظلوم والسجين المظلوم وكل هؤلاء من أمثال الأمة وتفكرت في حالهم علشان أرفع البلاء والغم عنهم والله مرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله مرفع البلاء عن أبناء البشرية في كل مكان وفي كل زمان والله مرفع البلاء عن كل إنسان سواء كان مسلم أو كان مسلم أو كان غير مسلم في يوم العيد هذا المبارك إن شاء الله وندعو للجميع ندعو للجميع ندعو للجميع بالبهجة والسرور وإن شاء الله العيد لن يكتمل لإن أدخلنا السرور على قلب كل من حولنا شاء الله. وزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته